خلينا أخد كمان مكالمة من الأخت نهال سلام ونعم يا حضرت أهلا وسهلا أخت نهال اتماعان على الهوات فضل ايه برحب حضرتك وبكل المشاهدين الغاليين على قلب الرب وأنا النهاردة بقصد كلمة غاليين على قلب الرب لأنه الدليل إننا غاليين عنده هو إن إحنا مازلنا على قيد الحياة وقدمنا فرصة للاستعداد لأنه بالذات الأيام اللي إحنا عايشين فيها حاليا شفنا ناس كتير انتهت حياتهم في لحظة سواء بالحوادث أو بالأوباء أو المجاعات أو حتى بالحروب فكوني لسه في نفس طالع وداخل دي نعمة كبيرة قوي قوي من الله لي لأنه عايز يسمعني ويسمع كل الشعب إنه هيجي مرة تانية وكونوا هيجي مرة تانية ده ممكن يكون خبر صار وخبر غير صار في نفس الوقت خبر صار للناس المستعدة اللي اعترفوا بصليبه وموته وقيمته وبالتالي غفرت خطياهم وده هيخليهم فرحانين جدا لأنهم هينجوا من القصاص أو العقاب الأبدي لأنه مكتوب إنه أجرة الخطيئة هي موت ولكن مجيء الرب مرة تانية ممكن يكون خبر غير صار بالمرة بل ممكن يكون مقبض ويعني الواحد يبقى حاسس إنه هو مخنوق لأنه الواحد لو لسه رافض الصليب والطريق الوحيد اللي رسمه الله للخلاص للأسف هيضطر يدفع هو تمن خطيئة بنفسه ودي هي الكرسى أو المصيبة يا حضرة الأسيس لأن يسوع لما جاء المجيء الأول زي ما حضرتك قلت كمخلص ويا بخت اللي قبله في حياته لكن لما هيجي المرة التانية هيجي كديان ومخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي فبصلي من كل قلبي إن هذه الأيام المليئة بالإنذرات تجعلنا جميعا مستعدين ولا نتباطئ في التوبة والرجوع إليه لأن الأبدية جبارة دي مش مية ولا ألف ولا حتى مليون سنة دي أبدية لا نهاية لها أصلي إن كل معاند ييجي اليوم للرب أصلي إن كل ملحد يعرف إنه فيه إله أصلي إن كل متهاون يسرع بأخذ القرار وزي ما يقول الترنيمة الجميلة أوعت أجل الله عمره ما هيرجع في كلامه النهاردة عندك فرصة يمكن آخر فرصة الباب مفتوح قدامك النهاردة لكن بعد الموت ما فيش فرصة ما حدش يضحك عليك ويقولك إنه فيه صلوات أو حتى قدسات ستقام من أجلك وهتنقذك لأ بعد الموت ما فيش فرصة للخلاص دي خدعة كبيرة خلي بالك والكتاب المقدس بيقول اليوم اليوم إن سمعتم صوته لا تقصوا قلوبكم هوذا اليوم يوم مقبول هوذا اليوم يوم خلاص وربنا يباركك يا حدد الأسيس ربنا يباركك شكرا جزيلا أخت نهال على المداخلة الحلوة اشتركوا في القناة